يسوى منكم أنتوا يا المعممين اللي هنا اللي قاعدين صارين ثلاثين سنة بعضكم أربعين سنة صارين بعضكم ما حققتوا مثل هذه الأشياء تسوى أنه أنتوا بدلا من أن تجذبوا هذه المجتمعات المتحضرة إلى إسلامنا إلى تشيعنا إلى ثقافة أهل البيت عليهم السلام يسوى تخربون كل هذا تروحون تصطفون مع هؤلاء يعني والله أصلاً هم سوء تقدير على أقل أنا أدري دنيويين بس هذا هم سوء تقدير إذا أنت مقدر ودارس الأمور بشكل صحيح ستعرف أن المستقبل في العالم لنا نحن لهذا المنهج هذا غير مسألة وعد الله جل وعلا بنصر المؤمنين وإنما قراءة الساحة هكذا تظهر الآن مو فقط في العالم الشرقي حيث أفواج المتشيعين وأنه واضح هناك تمدد للموجة الرافضية في الأمة يوماً بعد يوم بل حتى في العالم الغربي العالم الغربي الآن يميز ما بين الإسلامين هذا الذي ما أردتم أن يتميز لأنه نفس اصطلاح الإسلام الشيعي ما كان مطروح في الساحة الغربية كان عندهم إسلام واحد فما يميزون ما يعرفون قليل كانوا يعرفون الآن ببركاتي هذا الفيلم وهذا كان من أهداف ومقاصد الفيلم أن إسلام فاطمة غير إسلام أبي بكر إسلام الشيعة غير إسلام أتباع أبي بكر غير إسلام داعش وأبي بكر البغدادي وكذا هذه رسالة الفيلم كل من شاهد الفيلم منهم تعاطف تعاطف مع الفيلم ويعني بشكل رائع ترجمة نانسي قنقر